إنها الحرب ولا ينفع بعد اليوم السؤال هل ستتحول شاملة لأنها عمليا أصبحت كذلك وإلا بماذا يوصف تمدد مخالبها من غزة إلى طهران مرورا بالضاحية الجنوبية لبيروت وعبر اليمن ودمشق وبغداد إنها الحرب الإقليمية الكاملة وسببها الأول والأخير كيان اختصب أرضا ليست له ويشعل فيها وفي محيطها منذ عقود نزاعات والنزاع مسقطا كل المبادرات ومطيحا بكل الحلول حتى تلك التي لا تعيد كل الحقوق كحل الدولتين فالجوهر الذي ينبغي أن يبقى في البال هو أن كيانا مصطنعا أقيم بالقوة على أرض فلسطين فشرد شعبها وأسس لسنوات من الحديد والنار والقتل والدمار في منطقة كان يمكن أن تتحول لولا الحرب إلى قبلة أنظار العالم بكونها مهدى الأديان السماوية والحضارات القديمة وتختزن في بطنها تاريخا مجيدا وأرثا عظيما تتوارثه الأجيال إنها الحرب التي يعيش جراءها أبناء المنطقة بأسرها في حال من القلق والرعب فبعد اغتيال القيادية السياسية الأبرز لحماس في قلب تهران كيف سترد إيران على إسرائيل؟ فإذا كان استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل مدة حرك مئات المسيرات نحو الكيان العبري كيف سيكون الرد الآن؟ وبعد استهداف أحد أبرز القادة العسكريين لحزب الله في ضحية الجنوبية أمس كيف سترد المقاومة في لبنان؟ فإذا كانت كل الاعتداءات الإسرائيلية السابقة نالت ردودا مناسبة طاولت عمق أعماق إسرائيل وفجأتها مرارا كيف سيكون الرد على ضرب الضاحية؟ كل تلك الأسئلة لن يجيب عليها إلا الوقت والميدان أما جلسة اليوم جلسة الحكومة اليوم فشكلية ومحاولة التصويب على التيار الوطني الحر من باب امتناع عدد من الوزراء عن المشاركة في الجلسة مسرحية مملة فالحكومة كانت وستبقى طالما لم يصحها الخطأ فاقدة للشرعية والمثاقية والدستورية وفي غياب رئيس الجمهورية لا يحق لها أن تجتمع فكيف إذا كانت تصرف الأعمال؟ ولا تفاهم على أليات اتخاذ القرار بما يتلاءم مع النص الحرفي للمادة 62 من الدستور التي تنص صراحة على أن في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء لا بمجموعة وزراء ولكن لاعتب على المصادر والأشباح فبينها وبين الدستور والمثاق والمنطق جفاء عجيب